دكتور في حصاد هذه الليلة عبر رشيد مصادر تتحدث عن قرب اعلن نتائج الخاصة باستهداف السيد الكاظمي هل تتوقعون ان يكشف الكاظمي الجهات التي تقف وراء استهدافه ام كقضية قاتل السيد الهاشمي رحمه الله من دون معرفة الجهات التي تقف وراءها والشارع العراقي كما تعلم يترقب بسم الله الرحمن الرحيم في هذه القضية بالتحديد لا تحتمل الرهان على السقوف الزمنية او المجاملة السياسية لانها بادي اذي بدأ كتقييم هي قضية رائع عام وفيها استحقاق وطني على اعتبار جريمة استهدفت هيبة الدولة وسيادتها من جهة واستهداف بالحقيقة الرموز وليس استهدافه شخصيا يعني حتى السيد الكاظمي لا يستطيع ان يتنازل عن هذا الحق بوصله حقا شخصيا هو ليس مدعب الحق الشخصي الاستهداف جاء للعنوان وليس للشخص وبالتالي هو ملزم بموجب القانون وموجب حتى النظم الديمقراطية والتي فيها يكون الشعب ومصدر السلطات ان يجيب عن التساؤلات والفرضيات التي تكون عالقة في ذهنية الرأي العام العراقي فاذن هناك الزام في مسألة فك شفرة هذه العملية واضحها للرأي العام فضلا عن الاعلان عن من قام بتنفيذها والجهات التي تقف خلفه ومن هي بالحقيقة هذه الجهات المتورطة ليجري عرضها هل تتوقع هناك جدية من قبل السيد الكاظمي بإعلان هذه الحادثة؟ في تقديره هناك تردد السيد الكاظمي يخشى من مسألة الصدام وتهديد السلم الاهلي فيرى انه اللجوء الى مسألة الحلول الدبلوماسية وتصفية الازمات عبر الحوار هي الخيار الاسلم ولكن في تقديري إذا تصل الأمور إلى حد الانسداد أو الاستعصاء السياسي لابد أن يحضر القرار القوي والجريء والذي يقتحم حتى المحذور فإذا كان هناك محذورات فعلينا ندرك حقيقة إذا استهدف اليوم السيد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وتم تسوية هذه القضية عبر صفقة سياسية فستبقى الاحتمالات قادمة أنه من سيأتي كبديل عن الكاظمي في الأيام القادمة على السلطات الثلاث رئاسة الجمهورية رئاسة البرلمان رئاسة الوزراء وحتى السلطة القضائية قد يتعرض لمثل هكذا عملية لكن سيد الصدر دكتور حضر من عدم كشف الحقائق أو انفاذ القانون هي ضرورية وهدت بكشف المكشوف هل يعقل السؤال هنا هل يعقل أن زعيم التيار الصدري لديه معلومات كاملة عن الموضوع والقائد العام لا يمتلكها حتى الآن؟ لا بالحقيقة يمتلك القادة العام للقوات المسلحة المعلومات والدليل هو تحدثه وعبر وسائل الإعلام قال نحن نعلم من قام بهذه الجريمة وسوف نحاسبه الإبقاء بعد الإعلام عن معرفة أو إمكانية التشخيص بهذا السقف الزمني معنى ذلك هو يتعرض إلى ضغط سياسي وأعتقد مسألة الاستسلام إلى الضغط السياسي غير مبررة في ظل هذا الوضع لأنه كما قلنا احتمالية تكرار مثل هكذا عملية والسكوت على هكذا عمليات سيجرع الفاعلين على أن يتمادوا في عمليات أوسع وأكثر تأثيرا فلذلك سماحة سيد مقتد الصدير بالحقيقة يقلص السقوف الزمنية ويضع السيد القائد العام للقوات المسلح ورئيس بجس الوزراء الكاظمي أما الاستحقاق الوطني أنه استهدفت هيبة الدولة واستهدفت رنزية السلطة فالواجب القانوني والأخلاقي يدعو السيد القاظمي إلى أن يعالج هذه القضية بمنتهى الوضوح والصراحة وأن يحيطها إلى القضاء هذه قضية قضائية طيب لو نعود دكتور يعني لو نعود بالزمن إلى الوراء لماذا كل هذا التردد الذي نراه عند سيد القاظمي في كشف القتلى أو منفذي الهجمات أو منفذي عمليات الاغتيال خصوصا أنه كان مسؤولا عن جهاز المخابرات ويفترض أن تكون لديه معلومات كافية ووافية منذ بدء تسلمه المنصر أحسنتم هذه المبررات بالحقيقة وإن تم الحديث عن الخشية من الحرب الأهلية والخشية من السلاح المنفلت أن يكون غير مسيطر علي أو الاحتكاك بين هذه الجهات وبين المؤسسات الأمنية والعسكرية ولكن هذه المبررات لا ترتقي إلى مستوى الإقناع فضلا عن معادلة مهمة جدا ربما غائبة عن السيد الكاظمي مسألة التسويف الزمني وإخفاء الأدلة رفع من منسوب التشكيك في أصل العملية فإذا كانت هناك عملية فلتظهر الأدلة والقراءة لإزالة شبهة أنه لم تكن هناك عملية بالأصل فبالحقيقة هذه القضية بحد ذاته هي تستلزم المعالج السريعة والفورية حتى نقف على حقيقة الأمور كيف جرت من الذي كان سببا فيها ما هي الدوافع من الذي مول ودعم من الذي يشكل ضاغط على أعلى السلطة في البلد على المستوى التنفيذي ويجعل متردد في اتخاذ القرار وفي فضح الجهات التي تقف خلف هذه العملية فذلك نحن لا نستحقاق فضلا عن أن هذه العملية تمثل ابتداد لما جرى من سوح التظاهر في استهداف المتظاهرين عمليات الاغتيالات التي مضت كلها يجب أن تدخل في حزمة واحدة وتعالج مرة واحدة وأن نضع أن نقاط على الحروف وأن نضع الرأي العام العراقي أمام الاستحقاق للمرحلة طيب اليوم الفصائل شككت بتحقيقات تجري بشأن الاستهداف بحكم أن السيدة الكاظمي لم يشرك بين قوسين عددا من الفصائل بالتحقيق هل يعقل أو يفترض إشراك الفصائل بهكذا تحقيقات خطيرة يعني ما علاقة الفصائل بهكذا ملف حساس هو بالحقيقة مثل هكذا تحقيق يجب عبر المتخصصين وليس أي متخصص وإنما المتخصص الذي هو يمتلك التخصص الدقيق في القراءة وفي الاستنباط وفي التحليل لا سيما أن هذه طائرات وفيها خوارزميات فيها خط سير فيها حمولة نوع وطبيعة الحمولة هذه الدرونات كيف تحركت نوع وطبيعة الدرون والجهة المصنعة كيف دخلت هذه الدرونات إلى العراق كثير من الفرضيات تطرح فلا يستطيع أن يجيب عن هذه الفرضيات إلا المتخصص وأنه مثل هكذا مسائل تعالجها المؤسسات الأمنية وليس التوافقات السياسية يعني لا يجوز أصلا إشراك الأجنحة السياسية في مثل هكذا موضوع حساس لأنه قد تكون هناك جهات سياسية تقف خلف الحادث وبالتالي التوافق وإشراك إدخال عناصر قد تؤدي إلى توهين التحقيق فيجب أن يجري التحقيق عبر مؤسسات وعبر المحترفين والمتخصصين في المؤسسات طيب اليوم السيد الخزعلي يعني أشار إلى أنه سيقبل بنتائج التحقيق إذا كانت هناك أدلة حقيقية بشرط عرضها على لجنة قضائية يختارها مجلس القضاء وتتضمن فنيين موثوقين هل ستعاد المشكلة ذاتها أي الانتخابات فمن يشرف ومن يشارك في التحقيق يعني انصح التعبير يعني كلمة الموثوقين لربما تكون مطاطة انصح التعبير نعم هو بالحقيقة مثل ما الآن يجري الرهان على مسألة الثقوف الزمنية من أجل إيجاد صفقة سياسية للتلاعب بنتائج الانتخابات الحالية أيضا ربما هذا التحقيق هناك من يراهن على الزمن يعني يختفي تأثير الحالة وتخضع أيضا إلى التوافق السياسي ولكن في تقدير حالتها للقضاء القضاء لا يتحرك إلا بنص قانوني وأدلة وقرائن وحينما ينطق القضاء بكلمة ما هو لا ينطق بفعل الهوى والمؤثرات أو بفعل المجاملات وإنما ينطق مستندا إلى النص القانوني وإلى الأدلة والقرائن فمجرد أن تحال إلى القضاء يتحقق عن صر الإطمئنان وما ينتج عن القضاء سيكون ملزما ومقنعا للرأي العام العراقي وملزما للأطراف السياسية بما فيها التي قد توجه إليها أصابع الاتهام نعم حدثنا من بغداد بصوت وصورة دكتور أحمد الشريف الخبير الأمني شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في حصادي هذه الليلة